السلام عليكم ورحمة الله تقبل الله سيامكم وأصلح بالكم يقال أن لدينا في اليمن قرابة أربعين حزبا سياسيا وهذا معناه أن لدينا أربعين مشروع سياسي وأربعين خطة تنموية وأربعين خطة إنقاذ على الأكل لكن الواقع يقول أنه لا توجد لدينا سوى أربعين مشكلة سياسية على الأكل فهل معنى هذا أن الحزبية كانت مشكلة لليمن هل معنى هذا أن نكفر بالحزبية وبالأحزاب كيف نقيم الأحزاب في اليمن ما الذي تبقى منها بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة من بداية الإعلان عن التجربة السياسية والحزبية في اليمن هذه الأسئلة وغيرها سنناكشها في حلقة هذا المساء من خلال الحديث عن ثلاثة أحزاب يمنية كبرى وهي حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب تجمع الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني فكونوا معنا بحسب نظرية التطور والارتقاء يقول علماء الاجتماع أن المجتمعات البشرية كانت في بداية أمرها تشتغل بالصيد ثم جاءت مرحلة التالية أكثر رقياً هي مرحلة الزراعة والاستيطان في الأرض باكتشاف الزراعة بدأ الإنسان يستكر في قطعة أرض محددة يراكم عليها خبراته ويراكم عليها ثقافته وفي الطور الأول من هذه المرحلة الزراعية كانت المجتمعات عبارة عن تشكيلات عرقية وثقافية يعني قبائل وشعوب بمعنى أن جميع أفراد المجتمع ينتسبون إلى عرق واحد إلى جد واحد مشترك وبعدين في طور لاحق أكثر رقياً اكتشف الإنسان فكرة المدينة المجتمع الذي يضم خليطاً من الأعراق والثقافات هذه المدينة مدينة هي مجتمع يضم أكثر من عرقية وأكثر من ثقافة أو أكثر من دين وفي ظني أن هذا الطور الأخير ترافق مع ظهور الدولة الدولة هي أول تعبير عن المجتمع المدني أو هي المجتمع المدني في حقيقة الأمر في البداية وبعد ظهور الدولة ظهرت الحضارة ولهذا لا غرابة إن ظهرت الدولة والحضارة لأول مرة بجوار الأنهار الحضارة لم تظهر لأول مرة في الجبال أو على سواحل البحار بل بجوار الأنهار اللي بجوار في المناطق الزراعية الخصبة في العراق، في مصر، الصين، الهند، باكستان لأن الدولة والحضارة كما قلت ارتبطتها بالزراعة والاستقرار الطويل ما يمكنش تبنى دولة من غير استقرار ولا حضارة من غير استقرار طويل وهذا محتاج مجتمعات زراعية مش مجتمعات صيد إذن فالدولة هي أول مظهر من مظاهر المجتمع المدني أو هي أول مجتمع مدني في التاريخ كما يقول علماء الاجتماع وظن الإنسان آنذاك أن شكل السلطة الملكية هو آخر شكل من أشكال التطور الاجتماعي المدني لزمان كان الحاكم هو الملك أو الامبراطور فيش حاجس مارئس جمهورية أو شيء آخر وكان يعتقدون أن هذا الشكل هو آخر شكل من أشكال الدولة ما كانش يتخيلوا أياما في حاجة اسمها رئيس دولة ممكن يروح بانتخابات مثلا لولا أن التطور آلية مستمرة لا تتوقف ولهذا ظهر في العصر الحديث من القرن السبعة عشر تقريبا أو السبعة عشر ظهر شكل آخر للسلطة هو الشكل الجمهوري والملكية الدستورية وفي بعض البلدان كان نظام الحكم الجمهوري عبارة عن نسخة مخففة من الملكية المستبدة يعني ما فرقاتش كثيرة صح أنها جمهورية لكن جمهورية مثل الملكية جمهورية نابليون مثلا مثلها مثل الملكية نويسا السادس عشر فاضطر الإنسان إلى تطوير شكل جديد من أشكال السلطة يمنع تغول الدولة في المجتمع واستبداد نظام الحكم فيها كان لازم يكتشفوا اكتشاف جديد فاكتشفوا الديمقراطية مع أنها فكرة موجودة من قبل لكن كانت نموذج مختلف اكتشفوا فكرة الديمقراطية وفكرة التداول السلمي للسلطة والتداول السلمي للسلطة لا يكون إلا بين أحزاب وقوى سياسية مدنية تؤمن بالتغيير عن طريق الكلمة وعن طريق الفكر ووسائل السلمية إذن الأحزاب ضرورة بعد أن كانت المجتمعات القديمة تستعمل العصى والسلاح في حل مشكلاتها بهذا السرد يظهر لنا أن الحزبية مظهر من مظاهر الرقي الاجتماعي وليست كما يظن البعض مظهر من مظاهر التمزق الاجتماعي يقول لك الحزبية هي سبب مشاكلنا لا الحزبية هي آخر أركى طور في أشكال التداول السلمي وإدارة المجتمع أركى طور مدني الحزبية أصلا ما جاءت إلا لتنظم الخلاف الاجتماعي مش تصنع خلاف لكن الخلاف الاجتماعي يظهر من خلالها أحيانا وهذا أفضل من أن يظهر من خلال التشك من خلال الصراع القبلي مثلا أو الصراع الطائفي المذهبي أو من خلال الصراع البناطقي لا الصراع الحزبي أفضل أركى هو الخلاف حيظهر حيظهر بس من الأفضل أن يظهر في شكل صراع حزبي والحزبية جعلت الخلاف سلمي بعد أن كان خلاف في المجتمعات القديمة يدار بالقوة وبالحرب هذا أفضل ولهذا كنا نعتبر اليمن أكثر رقياً من الدول البجاورة خليجية على الرغم من أن هذه الدول كانت أكثر رقياً من اليمن من ناحية المادية في الجوانب المادية والتنظيمية دول فرية وعندها مؤسسات منظمة كان لدى المملكة السعودية مثلاً كل شيء حديث إلا نظام الحكم نظام الحكم كديم جداً ينتمي إلى عصر رمسيس الثاني رمسيس الثاني كان يحكم مصر بمزاجه عادوا بعض الأحيان كلهم ذروني أكتل موسى يعني هيؤولي لو سمحتوا فرشولي هيؤولي الطريق أما محمد بن سلمان ما عاد في الشابة على طول يعني انشروا على طول يعني رمسيس الثاني فرعان موسى ما سواش في في موسى مثل اللي سوى محمد بن سلمان في المعارضة الحق فهو نظام كديم نظام الحكم نظام بداية لكن نظام الحكم هو أهم ملمح للتطورة الاجتماعية ولذلك احنا كنا في اليمن أكثر رقياً منهم كنا نقول أن اليمن لا تحتاج إلا لإدارة حكيمة ومخلصة لكي تكون أفضل من الدول لبقية الدول في المنطقة لكن للأسف للأسف الشديد اليمن ابتليت بأسوأ إدارة في العالم العربي على مسؤولية يقول هذا الكلام بمعايير معينة بمنطق معينة أسوأ إدارة في الوطن العربي كانت إدارة النظام علي عبد الله صالح وكانت نتائج هذه الإدارة كارثية بكل المقاييس بعد سلسلة هزائب لحقت بنا خلال السنوات العشر الماضية كان لابد أن نتساءل ما الذي بقي من الأحزاب اليمنية بعد هذه الهزيمة كلها بعد هذا الفشل كلها ما الذي بقي من الأحزاب سؤالنا لهذه الحلقة طبعاً لا نستطيع أن نحاكم الأحزاب اليمنية محاكمة الشاملة في هذه الدقائق لأن هذا مستحيل من ناحية ثم أنه ليس غرضنا من ناحية ثانية وإنما غرضنا مساعدتها على اكتشاف نفسها لأن الذي يراكب هذه الأحزاب من خارجها أكدر على معرفة عيوبها من المنتمين إليها قالوا في المثل لا تستطيع أن ترى نفسك وأن داخل الإطار أخرج من إطار الصورة أولاً وسترى نفسك خاصة إذا كانت العيوب من ذلك النوع الكلي العام الذي لا يلتفت إليه الغاركون في التفاصيل الحزبية أول ما يغيب عن المنتمين للأحزاب هو ذلك المعنى الكلي لأحزابهم كل حزب طبعاً هو أشبه بكلمة لها معنى الحزب عبارة عن مبنى له معنى لكن بمرور الوقت يتمسك المنتمون بالمبنى وينسون المعنى وهذا ما نحاول أن نلفت الانتباه إليه في هذه الحلقة وسنبدأ بأول الأحزاب اليمنية وأكبرها حجماً في الفترة الماضية حزب المؤتمر حزب المؤتمر الشعبي العام هو حزب ينتمي إلى تلك الفئة إلى تلك النوعية من الأحزاب التي تسمى بالأحزاب الوطنية يعني أيش أحزاب وطنية؟ يعني الأحزاب التي نشأت فكرة وتنظيماً داخل تراب الوطن وليست امتداداً لكواة سياسية أو إيدولوجية خارجية مثل الناصري، الاشتراكي، البعث، الإخوان هذولها كلهم امتداد لتيارات أو لأفكار خارجية جاءت من خارج الوطن وهذه طبعاً ليست ميزة مطلقة بالمناسبة ليست ميزة مطلقة لأنه معيار التكييم، تكييم الحزب ليس مدى انتماءة للداخل أو للخارج بل لكم الصواب الذي لديه، كم النفع الذي لديه من الضرر لكن مع ذلك فإنها تعد ميزة، ميزة مشروطة لأن الأحزاب الوطنية يفترض أنها تعبر عن تلك الشريحة الواسعة من المجتمع التي ليس لها إيدولوجيا سياسية فاكعة في عندنا فئة اجتماعية ملهاش إيدولوجي واضحة، لا هم اشتراكيين ولا هم إخوان ولا هم ناصريين ولا هم بعض فهذه يناسبها حزب مثل المؤتمر وهذه الشريحة التي تحمل، لا عندها إيدولوجيا وتحمل الثقافة الخاصة للمجتمع طبعاً لكل مجتمع خصوصية ثقافية أصحاب الخصوصية الثقافية هؤلاء يفضلون الانتماء للأحزاب الوطنية ولذلك يشعر المؤتمر أنه يمني أكثر من بقية اليمنية ويختار شعار للحزب يدل على الأصالة، اللي هو الحصان عندما تقارن مثلاً بين شعار الخيل تابع الحزب المؤتمر وشعار الشمس تابع حزب الإصلاح تجد أن هوية الحزبين تجسدت فعلاً في الشعار المؤتمر يريد أن يعرف نفسه أمام اليمنين بأنه حزب الأصالة والقوة المستمداً من السلطة طبعاً، قوة السلطة فاختار الخيل، لأنه بالفعل الخيل هو رمز الأصالة والقوة أما الإصلاح فأراد أن يعرف نفسه بأنه باعتباره حزب الحقيقة الدينية والحقيقة السياسية والحقيقة طبعاً يرمز إليها عادةً بالشمس ذلك يقولون الحقيقة واضحة كالشمس وإذا تأملنا أنماط الشخصية التي انتسبت إلى المؤتمر ستجدها خليط من أصحاب النزعة الكبلية وهنا بعض الأصالة وأصحاب النزعة البراغماتية النفعية يعني المنتفعين التي لا تشغل بالها بمشكلة التقدم والحضارة والحرية والكرامة وهذه المعاني اللي احنا بنا نشغل بها يعني هذه الفئة مش مشغولة بها مثل المثاليين في بقية الأحزاب وهناك أيضاً شريحة ثالثة اللي هي شريحة تكنوكراط اللي هو المرتبط بمؤسسات الدولة مجموعة المتخصصين والخبراء اللي يهمهم يشتغلوا في مؤسسات الدولة ما يهمهمش ينتموا لأي حزب ما عندهمش أيديولوجيا فاقعة وعندهم حق أحياناً ما يشتوش يكونوا أصحاب أيديولوجيا فاقعة هذه الفئات هذا الخليط يفضل الانتماء لحزب مثل المؤتمر ولأن هذه الشرائح في اليمن تشكل أكثرية اجتماعية ولديها نفوذ متوارث في الدولة وانتماءات كبلية الحزب بها يصبح أقوى الأحزاب وأوسع الأحزاب وهذا كان طيب لكن مشكلة هذا الحزب مشكلة المؤتمر هو أنه مثل السمك يموت إذا خرج من السلطة المكونات السابقة لا تعيش إلا على السلطة أصحاب النزع الكبلية يعشكون السلطة وأصحاب النزع النفعية يعتاشون على خير السلطة وأصحاب التكنقراط لا يجدون ملجأ لهم غير حزب السلطة فإذا راحت السلطة راحوا غادوا ما الذي بكي من حزب المؤتمر بعد الذي جرى؟ لا شيء لأنه كان السلطة كان مثل السمكة في الماء السلطة بالنسبة الله هي الماء ولذلك ذاب اللي راح يدور له سيد في صعدة واللي اتفتت وصار شذر مذر حزب المؤتمر الشعب العام لم يخسر السلطة المطلقة فقط بل خسر معناه وقيمته وهذا هو الأخطر خسر معنى الوطنية وخسر معنى الأصالة بسلسلة أخطاء كاتلا للوطن والأصالة وكان الخطأ الجوهري الذي قاده إلى سلسلة الأخطاء هذه هو السماح بتحويله من حزب وطني إلى حزب عائلي من حزب جمهوري إلى حزب ملكي مشروع التوريث هو الخطأ الجوهري الذي قضى على حزب المؤتمر وقضى على العملية السياسية برمتها إلى الآن وربما لا سمع الله يكثر على الجمهورية الحزب اليوم تشضى للأسف إلى كطأ صغيرة متناثرة متنافرة لا يجمعها جامعة لكن هذا لا يعني أنه مت إذا عادت الحياة السياسية لأنه فكرة ما زالت باكية ولا ينبغي أن نحرص على موته لأن هذا ليس في مصلحة الحياة السياسية اليمنية اليمن بحاجة إلى حزب مثل المؤتمر يلم شتات هذه الشرائح التي ذكرناها بشرط أن يكون حزباً وطنياً بما للكلمة من معنى انتهينا من المؤتمر ننتقل للحزب الثاني الحزب الثاني هو ثاني أكبر الأحزاب اليمنية وهو التجمع اليمني للإصلاح وهذا الحزب يمثل شريحة يمنية هي تلك التي يمكن تسميتها بيمين الوسط في وسط وفي يمين وفي يسار يمين الوسط الإصلاح اليمين البرجوازي يمين الوسط البرجوازي وعلى الرغم من أن هذا الحزب قد تشكل على يد جماعة أيدولوجية عابراً للحدود هي جماعة الأخوان المسلمين إلا أنه يمثل شريحة يمنية أصيلة هي تلك الشريحة التي كان يمكن أن تتطور عن تيار الإصلاح الديني في اليمن من أمثال الشوكاني ابن الأمير الجلال المقبلي الزبيري وغيرهم هذا كان تيار إصلاح ديني موجود في اليمن حتى لو لم يوجد الإخوان المسلمون كان الإصلاح يوجد بهذا الشكل أو ذلك بمعنى هذا الحزب كان سيظهر في اليمن سواء وجد الإخوان المسلمون أم لم يوجده كان سيظهر بهذا الإسم وهذا الشعار أو بغيرهما المهم أنه لدينا فئة اجتماعية يمنية كبيرة هي فئة يمين الوسط كان لابد أن يظهر هذا الحزب يمثلها كان سيظهر حزب يمثلها هذا الحزب سيكون صاحب أيدلوجيا دينية في التغيير مرجعية الدينية وإن لم يكن فاكعة وعلى الأرجح سيكون ممثلا للشريحة البرجوازية في اليمن برجوازية مصطلح اجتماعي لأن الشريحة الارستقراطية في غالبيتها ستذهب إلى الحزب الحاكم الارستقراطيون دائما يحبوا الحزب الحاكم حزب السلطة هو الحزب اللي ما ليش لو والشريحة الكادحة ستذهب غالبا إلى أخزاب اليسار كلها البرجوازية المتوسطة هذه ستتوزع بين الحزبين الوطني الحاكم مثلا وغالبا بيحكموا العزب الوطني وبين حزب اليمين الوسط وحيأخذ يمين الوسط أكثر هذه الشريحة بهذا المعنى نقول إن الإصلاح حزب يمني أصيل لأنه بيمثل شريحة موجودة في المجتمع فعلا شريحة متطورة إلا أن هذا الحزب قد اكترف أخطاء كثيرة في مسيرته عرضته لمشاكل كثيرة وأعاكته عن تحقيق أهدافه كان الخطأ الجوهري في هذه الأخطاء من وجهة نظري هو أنه عرف نفسه كحزب ديني لا كحزب سياسي بعد الخطأ الجوهري عند الإصلاح وهو الثمن الذي دفعه نتيجة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين في مصر لكن لماذا أقول أنه خطأ جوهري وأن أكثر مشاكل الإصلاح نتجت عنه هذا يحتاج لوقفة تحليل هادئة في الدقائق التالية قلنا ابن حزب الإصلاح اكترف خطأ جوهرياً عندما عرف نفسه كحزب إسلامي في مجتمع مسلم فأين الخطأ في هذا يا ترى؟ عندما نقول أو عندما تقول أنا حزب إسلامي مرجعيتي هي الإسلام فهذا يعني أمر من اثنين إما أنك تعني بالإسلام القيم والمبادئ فقط وإما أنك تعني القيم والمبادئ مع الآراءة الاجتهادية المتفرعة عنها إذا كنت تعني أن مرجعيتك السياسية في الدين هي القيم والمبادئ فقط فلا مشكلة في ذلك من حقك ذلك وستجد أغلب المجتمع واقف معك أما إذا قلت مرجعيتي هي الإسلام والإسلام عقيدة وشريعة وتقصد بالشريعة المذاهب والاجتهادات هنا لابد أن تقع في مشكلة حتى لو عرفت نفسك أن مرجعيتك هي الإسلام عقيدة وشريعة ما بش مشكلة لكن تبدأ المشكلة لما تقول أن المذاهب والآراء الاجتهادية هي الشريعة الناس مجمعين على القيم والمبادئ لكنهم غير مجمعين على مفهوم الشريعة ما تراه أنت شريعة تدراه غيرك مجرد اجتهاد بشري كابل للرف والأخذ والرد وليس من حقك في هذه الحالة أن تلزم برأيك وتقول هذا رأيي هو الصواب لأن علماء الأمة قد أجمعوا على ذلك مثلا تحتج بالإجماع وتقول علماء الأمة أجمعوا على ذلك ومادم في إجماع فهذا من الدين ومادم هذا دين فانتم منزمين به لا يا حبيبي لا هذا الكلام ما ينفعش لأن الإجماع نفسه غير ملزم للناس ما هوش دليل يلزم الناس والناس مختلفين حول دليل الإجماع نفسه هل هو دليل ولا مش دليل الناس مختلفين على دليل الإجماع نفسه هل هو دليل ولا مش دليل هل هو دليل شرعي يلزم ولا مش ملزم فأنت تقول الإجماع إجماع العلماء يقول لك أنا مش معترف أصلاً أنه إجماع العلماء حجة دينية أنت بهذه الطريقة تقدم نفسك كمذهب ديني لا كحزب سياسي لأنك أخذت رأي من آراء الناس أخذت مذهب من مذاهب المسلمين وسميتها الإسلام وتشتيت لزم النسبة هذا كلام مش مكبول فما بالك لما توحي للناس بأن حزبك هذا هو حزب المتطهرين والبكية المذنبين كوادرك يدخلوا داخل الفيسبوك وفي الشارع وفي المسجد يصوروا للناس أنهم جماعة المتطهرين أنه لا يجوز لأحد أن يفكر في الدين اللهم لا يجوز له وكل من تفكر في الدين فهو خطأ خاطئ ومخطئ ابتداء إلى أن يتبين سلامة نيته والنية هذه حقها الكود موجود عندهم ما يمكنش أنه وهكذا أصبح الإصلاحي يمشي في المجتمع وكأنه يشوف الناس متهمين حتى تثبت براءتهم وأنه خارجاً عن الإسلام حتى تثبت دخلتهم هكذا هكذا فيه تصور فيه كوادر ملوثة الآن فيه تلوث فكري لدى هذه الكوادر سببه هذا الخطاب الكديم هذا الإيحاع الذي أوحي به لكوادر الحزب أنتم المثال وغيركم هذا حتى تثبت براءتهم المشكلة الثانية لما تقدم نفسك كحزب ديني يريد تطبيق الشريعة هي أن أولوياتك ستضطرب أنت كحزب سياسي أنت من ناحية حزب سياسي وهذا يعني أن أولوياتك ينبغي أن تكون سياسية لكنك من ناحية الثانية تصحب أيديولوجيا دينية وترغب في إصلاح الأفراد وإصلاح المجتمع بجوار إصلاح السياسة بجوار إصلاح الحاكم وإصلاح الدولة تشتيت صلح الفرد وتصلح الأسرة وتصلح المجتمع وتصلح الحاكم والدولة جهودك حتتوزع بين الإصلاح الاجتماعي والتربية الأخلاكية للناس وإصلاح السياسة وهذه عملية مصيرها الفشل 100% مضمون لماذا؟ لأنه السياسة يعني واحد من البراهين السياسة تلوث سمعة صاحبها السياسة تلوث سمعة صاحبها وتسقط من ثم هالته وتأثيره وكارزما تسقط تأثيره في عملية التوجيه الأخلاكي والإصلاح الاجتماعي ما عاد يقبله شأن ناس منها يقول أنت ماذا أنت شغال في السياسة ما يحكلك تتكلم في مجال الإصلاح الاجتماعي والأخلاكي لأنه هيعتبر أنه هذا منك توظيف لصالح السياسة الناس ليسوا فقها ويعتقدون أنه رجل الإصلاح الأخلاكي والديني ينبغي أن يكون منزه عن مكاسب الدنيا وعامة الناس يعتقدون أنه الخوض في السياسة المباشرة خوض في الدنيا وأن المتورطين في السياسة ليسوا من رجال الدين هؤلاء رجال الدنيا هكذا الناس يفهمون عامة الناس حتى لو كانت نواياك صالحة حتى لو كانت مقاصدك حسنة لكن الناس لن يعاملوك بنواياك وهكذا ستفشل ستجد نفسك ستفشل سياسيا تجد نفسك لا فلحت في الإصلاح الاجتماعي الأخلاقي ولا فلحت في الإصلاح السياسي وهذا ما حدث لتجمع الإصلاح بالفعل وللإخوان المسلمين عموما في الوطن العرب خلال العشرين سنة الماضية أكحم الإصلاح نفسه في معارك هامشية كان يظنها معارك مصيرية فأحدث خلل كبير في الحياة السياسية من ناحية أفشل الحياة السياسية وأفشل نفسه يعني معركتها الأولى معركته الشهيرة في عام تسعين معركة الأولى كانت من أجل دستور إسلام الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا هذه المعركة تسببت في إزاحة أحد أهم الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية وهو الحزب الاشتراكي اليمني وتسبب في خسارة الإصلاح لمجتمع الجنوب جنوب اليمن إلى حد كبير بسبب خسارة الإصلاح لأنه عداوة الحزب الاشتراكي هدت إلى عداوة شديدة في الجنوب للإصلاح ما بيأخذوش علي عبد الله الصالح والمؤتمر بيأخذو له صلاح أكثر لأنه معارفين من هو الفعل هذه خسارة أثمرت خذلان للوحدة وللجمهورية الآن في الجنوب هذه واحدة من الخسائر بعيدة هالمدى لمعركة الدستور كما أن معركة من أجل الدستور قد ألهت الناس عن كضايا أخرى كانت أهم بكثير من كضية الدستور مثل كضية الديمقراطية وحقوق الإنسان علي عبد الله الصالح سابهم يشغلوا بالدستور والبادة الثالثة والشريعة الإسلامية وهو جلس يلملم ويلفلف السلطات كلها في يده كان المفروض خلال الفترة هذه كلها الناس يشتغلوا على حقوق الإنسان وعلى كضايا الديمقراطية يبشروا بها هذه الكضايا هي من صميم القيم والمبادئ الإسلامية قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان لم تعخذ من حزب الإصلاح أي جهد حقيقي في التبشير والتنظير والتخطيط للآن الديمقراطية مقبولة إلا ربع حقوق الإنسان كويسة إلا باشتراطات معينة ولذلك لم يكنوا متحمسين للتبشير بالديمقراطية ولا للتبشير بحقوق الإنسان أبداً ولهذا نقول أن الحزب فقد معناه مثل شكيكه الأكبر حزب المؤتمر الحزب الثالث في الأحزاب اليمنية الكبيرة الذي كان له دور كبير في الحياة السياسية اليمنية هو الحزب الاشتراكي وقبل أن نحكم عليه هل فقد معناه كأخويه أم لا دعنا نتعرف على معناه أولاً ما هو معنى الحزب الاشتراكي ما هو جوهره مضمونه يصدف الحزب الاشتراكي على تيار اليسار الاجتماعي تيار اليسار أوسع من الاشتراكي اليسار يدخل فيه الناصري يدخل فيه البعث يدخل فيه الاشتراكي تيار اليسار هو ذلك التيار الذي ينادي بالعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والسلطة ولهذا فإن معظم المنتمين إليه هم من الشريحة الاجتماعية الكادحة إلى هنا نحن أمام أمام نصف تعريف للحزب الاشتراكي لأن النصف الآخر متعلق بتلك الإضافة الإيدولوجية التي نشأت عليها الأحزاب الاشتراكية في العالم مشكلة هذه الأحزاب الجوهرية هي أنها لم تكتفي بمبدأ العدالة الاجتماعية علشان تعرف نفسها من خلاله بل حملت معه وعضفت إليه مفهوما خاصا للعدالة الاجتماعية هو المفهوم الماركسي واللينيني يعني تحولت العدالة الاجتماعية من قيمة متفق عليها إلى إيدولوجيا مختلف فيها والمشكلة أن هذه الإيدولوجيا ذات طابع شمولي راديكالي في مجتمعات إسلامية يعني له الطابع الراديكالي له موقف حاد من الثقافة والدين وهنا مكمن الفشل في المجتمعات العربية والإسلامية لأن الحزب بهذه الإيدولوجيا سيدخل في صراع مع أكثرية المجتمع والصراع مع المجتمعات في المجتمعات المتخلفة لا يتطور إلى أشكال راكية بمرور الوقت وإنما يتطور إلى شكل مخروطي الصراع في المجتمعات المتخلفة يمشي في شكل مخروطي يضيق كل ما تكدمت في الزمن بمرور الوقت وينتهي الصراع مع المجتمع إلى الصراع حول الدين حول الدين نفسه وتغيب القضية الأصلية للحزب وهي قضية العدلة الاجتماعية هذه نزوها الآن تلاحظ مثلا كوادر الحزب ما عد بش في راسة إلا الإسلام الإسلاميين الإسلام الإسلاميين ما عد فيش قضية أخرى يعني طبعا الحزب الاشتراكي في اليمن لم يعرف نفسه معظم الوقت بوضوح في هذا الجانب وفي الفترة الأخيرة حاول يجدد نفسه استمعنا في السنوات الأخيرة الماضية لكيادي مثقف مثل الأستاذ ياسين سعيد نعمان يقدم رؤى متقدمة وجيدة للحزب خلاصتها أن الإصلاح من خلال الثكافة يعني الإصلاح الاجتماعي والسياسي من خارج إطار الثكافة ومن خارج إطار المجتمع عمل غير مجدي يعني لم يعد مجديا أن نأتي بفكرة أجنبية اسمها الماركسية ولا غيرها ونطبقها في اليمن وهذا كلام صحيح لكن بقيت مشكلة هي أن كوادر الحزب ما زالت على ضبط المصنع الكثير أولويات كوادر الحزب ما زالت إلى الآن هي الصراع مع الثكافة والدين وليس الصراع من أجل العدلة الاجتماعية بالإضافة إلى أنه عند قضية الديمقراطية والحرية والحقيق والحريات ليست ذات جدوى عندهم ليست ذات أهمية هذه مشكلة أخطر ولدى أحزاب اليسار عموما عقدة خاصة هي أنها جمعت بين أمرين متناكضين الأول مطالبتها بحرية التدين والاعتقاد وهذا أمر طيب لكنها جمعت إلى هذا رفض هي تكلمت عن رفض الاستبداد الديني المشكلة أنها مع هذا تؤيد النظم السياسي الاستبدادية كيف تطالب بالحرية الدينية وتطلق يد الاستبداد السياسي الديمقراطية الحق ليست في بالهم ترفض الاستبداد الديني وتتسامح مع الاستبداد السياسي هذا ليس حل هذا ليس حكاية وهذه هي المشكلة الأحزاب الإيدولوجية عموما سواء أكانت يسارية أو يمينية هذه الأحزاب لا تستطيع أن تفكر في الديمقراطية تفكيرا جدا لأن هذا يخالف ثقافتها ولأنه ما فكرش في الديمقراطية فشلت الحياة السياسية طبعا لم يكنوا مخلصين للديمقراطية فشلت الحياة السياسية عدم إخلاص للديمقراطية هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه وأوصل البلد إلى حافة الكارثة هذه هي النتيجة إذن ما الذي تحتاجه هذه الأحزاب الثلاثة لكي تستعيد معناها في اليمن وتستعيد اليمن من ثم فيما أظن يحتاج المؤتمر أن يستعيد ثقة الشريحة الجمهورية غير المؤدلجة في اليمن تلك الشريحة الشعبية الشعبية الواسعة التي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة تلك الشريحة الأخرى الوظيفية التي تريد أن تعيش حياة جيدة دون أن تضطر لتلوين نفسها بالأيدلوجي يحتاج قبل ذلك أن يفكر في خطاياه في حق الجمهورية وفي حق الدولة وفي حق المجتمع عندما خان الجمهورية في فراش مشروع التوريث أولاً وعندما طعنها في الخاصرة بتحالفه مع جثة الإمامة جثة الإمامة الجثة التي قامت من بين الأموات لتمتص الدم الجمهوري واليمني على طريقة الوحش فرانكشتاين وهذا طبعاً يحتاج لمبادرة يكدمها مؤتمريون شجعان وصادقون وصابرون يصبروا على سفاهة كوادرهم طبعاً بعض كوادرهم أما حزب الإصلاح فهو بحاجة إلى مؤتمر عام يراجع فيه العديد من الأفكار والأخطاء وفي مكتبة تلك الأفكار التي تحتاج لمراجعة فكرة الجمع بين البعدين الدعوي والسياسي في نشاطه هذا أمر لم يعد مجدي بالمرة أن التجمع بين الأختين هذا لا بد أن يتخلى الحزب عن منبر الجامعة ويترك المنبر لوظيفته الكبرى والأصيلة وظيفة ترسيخ القيم الإسلامية وتهذيب الأخلاك في المجتمع لأن الأخلاك السيئة للمجتمع التي تركتوها وأهملتوها هي التي وصلتنا أيضاً للحال التي نحن فيه شوفوا الناس شوفوا الصراع الحزبي كيف بأي مستوى أخلاكي شوفوا الناس باعوا قضيتهم الوطنية وباعوا الوطن وباعوا كل شيء لأن المنابر تخلت عن مسؤولية في تلك الفترة 30 سنة وهذا يعني أنه سيحتاج لمراجعة مسألة أخرى هي الأخطر والأهم أعني مراجعة مفهوم الشريعة في ثكافة الحزب فهمهم للشريعة لا بد أن يتغير يمكن للحزب أن يجعل تطبيق الشريعة ضمن برنامجه السياسي ما فيش مانع لكن بشرط أن يعطي تعريف آخر للشريعة غير التعريف الذي لديه هناك خلط كبير لدى الإسلاميين عموما بين مفهوم الشريعة ومفهوم الفكر الحجوي زمان قال بوفاة النبي اكتملت الشريعة وابتدأ الفكر هذا هو الوعي هذا هو الفهم الشريعة هي المنزل السماوي فقط الذي اكتمل بوفاة النبي محمد وانقطاع الوحي هذه هي الشريعة أما الفكر فهو منتج بشري منتج بشري يحاول فهم الدين الفكر هو محاولة البشر لفهم الدين وليس الدين مسألة مثل الإجماع لا تقول للعلماء أجمعوه طوال التاريخ الإسلامي على أمر ما لأنه كما قلت لك الإجماع هذا دليل مختلف حول شرعيته أنا أرى أن الإجماع ليس دليلا شرعيا وأنت يرى أنه دليل شرعي وفي علماء آخرين كثير يرون أن الإجماع ليس دليلا شرعيا إذا كيف تجعل الإجماع دليل شرعي كيف تقول هذه هي الشريعة؟ لا قل هذا هو الفكر هذا الإصلاح أما الحزب الاشتراكي فهو بحاجة لأن يتصالح مع الدين ومع الديمقراطية خلص كد بدأ المراجعات يكملها يعدل نفسه في مجال في موقف من الديمقراطية والتحالف مع الأنظمة هو اليسارين عموما الأنظمة المستبدة العسكرية ويجب أن يجعلوا الديمقراطية هي كضيتهم الأولى حتى قبل العدالة الاجتماعية في هذه الظروف لأن العدالة الاجتماعية ما تتحقق شبدون ديمقراطية ينبغي أن تبشر الأحزاب اليمنية بالديمقراطية في أوساط الناس كما تبشر بالحقيقة الدينية لكي تضمن بكاءها في الحياة السياسية فلا يأتي كافر بالديمقراطية يصادر الحياة السياسية برمتها والأحزاب مشغولة بالانتقام من بعضها على طريقة الأفلام الهندي خطاب الأحزاب اليمنية وخاصة أحزاب اليسار فيه الكثير من ثيمات السينما الهندية التكليدية البطل الضعيف الفقير الذي يتعرض للظلم فيكضي حياته في محاولة الانتقام من الظالم الغني هذه هي قصة معظم اليسارين وطوال الوقت والموسيقى التصويرية شغال على البطل الفقير أن يتفرغ لشغله في صناعة الوعي السياسي في المجتمع أولاً حتى لا يمت جوع وهكذا وصلنا لنهاية الحلقة نشكر متابعتكم ونلقاكم في الأسبوع القادم وصوماً مكبولاً في أماننا ترجمة نانسي قنقر